البرتغالي مانو الكوزيه رفض الإطاحة بطبيب الفريق هاب طبعا علي بعد سوق تشخيص إصابة رامي ربيعة وإجراءه جراحة في ألمانيا وتحميل لجنة الكرة للطبيب مسؤولية تفاقم الإصابة وتهديد مستقبله الكروي يذكر أن الأهلي أطاح بوليد عبدالباقي طبيب الفريق من قبل بسبب إصابة محمد بركات وسوق تشخيص اللعب وتحميله مسؤولية غياب اللعب لمدة خمس شهور الغريب جدا أن المال وجوزيه لعبوا أعتقد في مباراة ما كانش لها لازمة والطبيب كان معطارد بعد المباراة دي سافر على طول على ألمانيا وعمل العملية